شكرا جزيلا واعتقد معنا على الهاتف المتحدث العسكري سيادة العقيد أحمد محمد علي صباح خير يا فهما بشكل رسمي محتاجين نحن نعرف تفاصيل أكتر كل مصري من حق ويعرف دلوقتي واخد صف اليمين من الشمال نسمع كل الأطراف بس ناخد المصادر اللي هو الصرص الحقيقي للحدث وبالتالي نقدم نسمع الحق بقدر إمكان الوطني والإعلامي أيضا أو الماء صحيح صحابة هذا الفعل ما تعرض لهم من إصابات متخيطة ست برد طبعا احنا كنا نزلين باري عشان نقمن الناس دي الناس دي انضربوا علينا نار وعادوا يحدفوا علينا بلوتوف وطوب والحجارة وضربوا علينا خرطوش وحتى زميل كتير قوي انضربوا نار جنبي والدليل معي هنا في المستشفى برضو واحنا في تايمين بنحجز بينهم وبين بعضهم فجأة لجيت واحد تخبطني بالحديدة دي انقى هنا بعد كده ما حسيتش بأي حاجة وللمزيد من المتابع ومنات أيضا يعني مستشفى قريبة من المكان منها مستشفى سامينة الصحي تازى بلاي وحالات الإصار هذا الحال البوء يعني مستقل إلى حد كبير داخل أحسام ومحيط مسجد ربع من محيط قصر الحرس الجمهوري أو دار الحرس يعني هو ليس هناك أرقام حصرية يعني تعلم أن ربما أرقام الوقيات ستكون في تزايد في المستشفى الميداني وإذا كانت الحالة تستلزم رعاية أفضل أكثر كانوا يقومون به نقلها عن طريق سيارات الأسعاد المتواجدة إلى مستشفى الثانين الصحي ولكن يعني كان هناك توازد لعدد خليل جدا فيه للسيارات الأسعاد في بداية الأمر